في حديث أن سورة تبارك استقبت صاحبها حتى غفلة أحول أن أدفع أفكار تناقش الحديث في أن القرآن كلام الله وليس مخلوق هل مع أنها سبب في المغفرة وأن السورة نفسها تصافل لصاحبها يا ولدي أنصحك أن تؤمن هذا الإيمان المجمل آمنت بالله وبكلام الله على مراد الله عز وجل وأمنت برسول الله وبكلام رسول الله على مراد رسول الله ألا تشغل نفسك ولا تضخل نفسك في مسألة الكيف المعنى معلوم والكيف غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعا لا تشغل نفسك في هذه التفصيلات حبيبي هذا مما يجلب الشيطان عليك بخيله ورجله كي يشوش عليك تدينك وعبادتك لربك فاحذره على نفسك كل الكيف إلى الله سبحانه وتعالى كل ما تعلق بالكيف دعوه إلى الله سبحانه وتعالى قل أمنت بالله وبرسوله على مراد الله ورسوله ما شاء الله ما أجمل هذا المخرج أمنت بالله ورسوله على مراد الله ورسوله هل هناك أجمل من هذا فوص لما يتعلق بالكيف بارك الله فيك وأسأل الله لولك التوفيق والسداد والرشاد الله سبحانه وتعالى